اشتركوا في القناة المكان الذي شهد اغلاقا مدة اربع وخمسين عاما بسبب الحروب واعيد فتحه العام الماضي بعد تطهيره من الالغام ليصبح واحة للسلام ووجهة سياحية رئيسية لمسيحي العالم اجمع في العام الماضي كنا سلاتين راهبا فقط هذا العام شاركت مجموعة جيدة من المؤمنين المحليين وكذلك من الرجال والنساء المتدينين نأمل ان يمتلئ المزار والممتلكات باكملها بالحجاج في العام المقبل نأمل ان يتمكن العالم باسره من العودة للاحتفال بمعمودية يسوع هنا وان يتذكر معمودية يسوع وان يتمتع بهذه الخبرة من المحبة بطريقة شخصية من قبل الاب هاديك السنة محدش اجال لانه الكورونا ما خلفش حدي روحنا حالي بس هالسنة اول مرة بعد ما دير اللاتين او الفرانسيس كام استلموا المحل هذا اول مرة منصلي فيه بالنسبة للناس صلينا عشان يعم السلام ويجي ناس اكتر من كل بلاد ويروح المرض والوباء ان رسالة هذا العيد تقودنا لتشجيع الناس على البقاء في هذه الارض يقول الاب ماريو حدشيتي كاهن رعية اللاتين في اريحة مضيفا علينا ان نبقى لان المسيح تجسد في هذه الارض ورغم التفشي الجديد لفيروس كورونا استطاع نحو الف شخص القدومة من اريحة وبيت لحم والقدس والجليل منفتحين على عمل الروح القدس الذي وسمنا به في المعمودية ان شيء الجميل الذي اتمناه تماما وانا ارى هذا المكان الذي ظل لفترة طويلة حقل الغام قد اصبح مرة اخرى مكانا للصلاة مكانا للعبادة وتسبيح الله ورؤية التحول الذي امكننا قوله عن مكان تميز بالحرب في مكان حيث تشير حمامة الروح القدس مرة اخرى الى السلام وفي لحظات مؤثرة يعاود حارس الاراضي المقدسة فتح سجل القدس ليصل الماضي بالحاضر بعد طي صفحة الحرب وحلول السلام بدل الالغام ويتوجه مع المؤمنين للتبرك بمياه نهر الاردن التي كانت شاهدة على حلول الروح القدس وسماع صوت الاب وتقدست بمعمودية يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر